شهدت تقرية بحر البقر 2 تابع لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية انتلاق فعاليات البرنامج القومي للطلائع وذلك ضمن فعاليات البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية للطلائع أنت الحياة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي ذلك ضمن جهود تطوير وتنمية الريف المصري وإنشاء شبكة طرق ومدارس بهذه القرى جهود متواصلة لم تنقطع منذ اليوم الأول لمبادرة أنت الحياة التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة لتقديم خدماتها الإنسانية بمحافظة الشرقية فهذا العدد الكبير من المواطنين أقبلوا على عيادات القوافل الطبية التي تقدم الكشف المجاني في أغلب التخصصات الطبية وصرف الأدوية بالتعاون مع الجامعة البريطانية التي تنفذ بروتوكول التعاون بينها وبين حياة كريمة وسط ترحيب من المواطنين بهذه الخدمة الطبية نحن النهاردة جايين معنا قسم الجراحة، قسم الأجلاثة، قسم الأطفال، قسم التقويم عشان أن نحن نحاول نقدم مساعدة قدر المستطاع للأطفال اللي هم بعيد شوية عن أنهم يقدروا يجلنا نحن نهاردة بنحاول كقسم التقويم أن نحن نوفر حافظ مسافة ده بيبقى حاجة محتاجة شغل معمل وكده فنحن نهاردة إن شاء الله هنحاول أن ناخد مأسات الأطفال اللي هم محتاجين لحافظ المسافة بأن دي حاجة مهمة جدا ونحاول ننفذها النهاردة ونسلمها لهم في خلال الساعتين تلاتة اللي جايين ديه إن شاء الله نشكر السيد الرئيس على اهتمام القرى بحر البجر والاهتمام الزياد بها بالذات في المجال الطبي لأننا هنا يعتبر مش وقدين حاجنا في المجال الطبي مصبوط فمبادرة السيد الرئيس بالنسبة لنا ممتازة أما هنا فسخر المتطوعون أوقاتهم بتعليم الفتيات والسيدات هذه الحرف اليدوية بهدف تأهيلهن لسوق العمل وإتاحة فرص عمل لهن بمشاركة وزارة الثقافة والتي لاقت ترحيبا وإقبالا من الفتيات عليها المبادرة تمثل تضافر لكل الكينات والمؤسسات في الدولة تحت رعاية معالي وفخامة رئيس الجمهورية مشاركة الهيئة على محصول الثقافة ومؤسسة للمزارة الثقافة خاصة فيما يتصل بالنشاط اللي احنا بصدد دلواتي دي مجموعة من الحرف والورش التراسية بتنظمها الهيئة عدة أهداف جزء منها ليه علاقة أصيلة بالفكرة الهوية الثقافية والتراسي الثقافة والحفظ علي بما أننا وزارة الثقافة جزء آخر ليه علاقة بأن احنا بنحاول نوجد فرص عمل ونخلق فرص عمل وإمكانية زادة الدخل لبعض المتدربات المبادرة استطاعت أن ترسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال خلال العروض الفنية والرياضية التي قدمها المتطوعون في مركز الشباب وهو أحد أهم إنجازات مبادرة حياة كريمة ليجمع بين مشروع معماري وإنساني احنا طبعا موجودين النهاردة في مركز شباب بحر البقر ضمم عدة أنشطة منها الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية الأنشطة الرياضية طبعا من طبع الشباب والرياضة أنشطة خاصة بكرة القدم وخاصة بجميع الأنشطة الرياضية والكرياتية والأشياء ديات الرياضية أما الأنشطة الفنية منها بعض معرض الكتاب والأعمال الحرفية وفيه عندنا مسرح الطفل طبعا ضمم عدة أنشطة منها يعني نتكلم ممكن معرض العرائس ومنها بعض الأنشطة العديدة في عروض فنية ومسابجات للأطفال أن حياة كريمة فتحت الملاعب وعملتنا بيوت والحمد لله إحنا عدنا في مستوى حلو بفضلها والحاجات التي عملتها دي فضل كبير لإلنا وإحنا بنشكر سيادة الرياض على الحياة دي والحياة الكريمة دي والحياة دي صراحة حلوة جوا بشكر حياة كريمة لأنها عملتنا الملعب بسم الله إن شاء الله عملتنا حفلة ونمشكرها إن شاءات الرياض عبد الفتاح السيس إحنا الأول كنا نلعب في الشارع سيادة كنا نلعب في السوق وماتنا البيوت وإسم الله إن شاء الله تواصل مبادرة أنت الحياة تنفيذ فعلياتها بقرية بحر البقر 2 بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية حتى الخميس القادم والتي تشهد تنفيذ عدد كبير من مشروعات حياة كريمة مبادرة حياة كريمة استطاعت أن تؤكد أن لها من اسمها نصيباً فكما وضعت يدها على الأرض لبنائها وتعميرها كانت اليد الأخرى لبناء وتنمية الإنسان ثقافياً واجتماعياً وصحياً ورياضياً في رسالة تؤكد توجه الدولة نحو الاهتمام بالمواطن رافعة شعار أنت الحياة من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية محمود جميل التلفزيون المصري